اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب الدعم والمساندة الكاملة للحراك الاقتصادي والاستثماري الشامل بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة والدفع بتعزيز التفاعل الثنائي وروابط الصداقة الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين وأشهدت معاليها بمسيرة العلاقات الممتدة لأكثر من أربعة عقود بين البلدين والتي ازدهرت بفضل دعم ورعاية جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة رئيسة جمهورية كوريا جاء ذلك خلال اللقاء معالي رئيسة مجلس النواب بمعالي سيد بارك بيونغ سينغ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي حيث أشهدت معاليها بروابط الصداقة والعلاقات المشتركة بين البحرين وكوريا الجنوبية مؤكدة الحرص على استمرار التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الكوري الجنوبي بما يحقق مزيدا من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين وذكرت معالي رئيسة مجلس النواب أن البحرين تربطها علاقات متميزة مع كوريا الجنوبية خصوصا في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري الجنوبي عن اعتزازه الكبير بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين كوريا والبحرين وما تليه قيادتها البلدين من حرص واهتمام مشهود على الدفع بما نحو آفاق واسعة من العمل والشراكة الإيجابية